وخلال المؤتمر كادت السيدة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على ضرورة التزام المحلات والأسواق بكفة القرارات والإجراءات الاحترازية السارية المفعول في هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا تغلق كافة مجمعات والمحال الصناعية والتجارية التي تقدم سلع أو خدمات مباشرة للزبائن واقتصار تقديم أنشطتها على تقديم الأطعمة فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل وذلك اعتبارا من يوم الخميس الساعة الثانية عشر ليلا الموافق سبع عشر مايو 2021 حتى يوم الخميس الساعة الثانية عشر ليلا الموافق عشر يونيو 2021 إغلاق دور السينما وكل صالات العرض التابعة لها منع إقامة المناسبات والمؤتمرات إغلاق محلات الحلاقة والصالونات ومحلات الاسفا يستثنى من هذه المحال الصناعية والتجارية كل من الآتي الهايبر ماركت والسوبر ماركت البرادات والبقالات ومحال بيع الخضروات والأسماك والوحوم الطازجة المخابز اليدوية والآلية محطات تعبئة الوقود ومحطات تعبئة الغاز الطبيعي المستشفيات الصحية الخاصة فيما عدى بعض الخدمات الصحية التي يصدر بها تعميم من الهائلة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية البنوك والمصارف ومحال الصرافة المكاتب الإدارية للمؤسسات والشركات والتي لا يتصل نشاطها بشكل مباشر مع الزبائن المحال العاملة في استيراج وتصدير البضائع وتوزيعها ورش وكراجات تصليح وصيانة مركبات ومحال قطع الغيار قطع الإنشاءات والصناعة والصيانة المصانع محال الاتصالات الصيدليات هذا وإنجد التأكيد على ضرورة الاتزام تلك المحلات والأسواق بكافة القرارات والإجراءات الاحترازية سارة المفعول في هذا الشأن ترجمة نانسي قنقر